السلام عليكم يا شباب اهلا بكم النهاردة في كورس الانترن الكمباشن انجين اه انترو داكشن اه في السيرمو ديناميكس عشان نبدأ المرة اللي ان شاء الله ناخد الاتو ديزل والديول سايكل النهاردة ان شاء الله هناخد جيرني كده بسيطة في زي احنا نقدر نعمل انجين او زي احنا نقدر نعمل سايكل مكونة من كذا بروسيس والسايكل دي يبقى ليها وفي نفس الوقت اقدر ان انا اطبعها في الواقع هنبدأ كلامنا بالساكن لوف سيرمو ديناميكس اللي بيكلم على ان انت بعد ما بتديل مع الفيرست لو بي الكوانتيتي اوف انرجي انت بتديل هنا مع بمعنى صح بمعنى صح ان انت لما بتيجي تتعامل واجي انا اضرب لك مثلا وقولك ان انت لما بتيجي تعمل تسخين اللي هو السخان الكهرباء ده بيحول الطاقة الالكتريكل لطاقة اه حرارية حرارية او هيت طيب هل هل هنا اه ممكنة الاجابة لا انت ما تقدرش تاخد الهيت اللي انت طلعتها من السلك اللي هو سخن بالكهرباء ده وترجع تحولها ليه? لان احنا قلنا مرة اللي فاتت ان انت ما ينفعش تحول لور اه كواليتي طيب اف انرجي الى هاير كواليتي ما ينفعش تحول الهيت او اسف الالكتريستي الى هيت. لور كواليتي هي الهيت ما تقدرش تحولها الى الكتريستي ولكن ده ممكن ولكن مش بنسبة مية في المية ولكن انت تقدر تحول زي الالكتريستي او زي الورك تحولها توتالي الى زي الهيت وده بيزدق نقدر نعمله بنسبة مية في المية. على سبيل المسال انت لو جبت شوية مية مسلا او شوية اي في الدنيا وجيت حطيتهم في كونتينر وجيت حطيت هنا مروحة ومسكت هنا المانفلة دي واقعدت كلف عملت وورك هيبقى يسخلك شوية الووتر اللي موجودين جوها الكونتينر دوت بس انت لو جيت تجرب ان انت تحول الهيت اللي موجودة هنا الى وارك ده مستحيل يحصل بنسبة 100%. هيحصل بنسب اقل من من 100% عن طريق آآ Machin معينة اسمها الهيت أنجين طيب لو انت بتتكلم دلوقتي على ان انت عندك البروبرتي اللي بتحكم لك الموضوع ده كله هي البروبرتي اللي اسمها الانتروبي. انا ازاي اجيب الانتروبي او انا ازاي اعمل او اطلع رقم رقم يمثل لي هذا البروبرتي اللي اسمها الانتروبي. هنتحرك النهاردة ما بين كزا موضوع ان احنا في الاول هنقدر نعرف الحاجة اسمها ومنها هناخد حاجة اسمها ومنها هناخد ازاي انا اقدر اعمل مكون من كزا وطبعا احنا كلامنا كله هيبقى فانا عايز اعمل ايديال سايكل اللي هو في الاخر هيسمى علينا اسمه اللي بعد كده هنعرف انه يعني ايه الانتروبي. طيب اول حاجة هنعرفها عندنا حاجة اسمها السيرمل انرجي 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 انرج ان انا لو جيت باخد منه فبسميه وده على سبيل المسال مسلا ممكن يكون عندك الفرنة. الفرنة بتعمل ايه? الفرنة بيحصل جواها عملية احتراق وده اللي احنا هنتكلم عليه. جوا بتاعنا. جوا عملية الخاصة بيه اه ان انت عندك هنا بيحصل عملية احتراق وبيحصل فيه ودرجة الحرارة هنا بتبقى تسبتة لان الفرن بطاقة تحرق جواها درجة حرارتها سابتة لكن الحرق دوت هو اللي بيطلع لك كيوم او ان انا بيبقى عندي حاجة اسمها ان انا بيبقى عندي فيه برضو برضو بيبقى ولكن انا دوت بديله ودرجة حرارته مش بتعلم بيبقى ده عند درجة حرارة اسمها عالية وده درجة حرارة اسمها منخفضة على سبيل المسال مسلا ممكن تتكلم ان ده بيبقى اللي ممكن يحصل لك لو انت بتتكلم على فانت في الكندنسر بتبدأ تديله وهو يبدأ يحصل له او ده ممكن يبقى في ان عملية دي بتتم عند درجة حرارة سابتة وبالتالي دوت بيحقق اشتراطات السيرمل انرجي آآ وطبعا الفرادية دي فرادية خطأ مية في مية لان الفرادية دي هي اللي ودتنا دلوقتي في ظاهر ان انت عندك فرضنا ان احنا كل الهيت من السيرمل او من العربيات او من اي حاجة لما بتيجي ترميها في الاتموسفير الاتموسفير درجة حرارته ما بتقلاش لان احنا فرضنا ان هو اسمه او سميناه هنا مهما تدي له حرارة درجة حرارته مش ده طبعا غلط لان في الاخر في الاخر درجة حرارة الاتموسفير عالية وعملت لينة ظاهرة طيب انا ليه بنعمل الحاجات دي واحدة واحدة هنقدر نجمعهم مع بعض. بعد كده هنعمل لحاجة اسمها زي ما قلنا ان انت لو جبت كنتينر ده حطيت في شوية مية وجبت مروحة هنا وجبت منافلة لو بدأت تتدور انت بتديه درجة حرارته بتعلى فهو بيبدأ يطلع طب هل انت ممكن تحول الهيت دي قلنا طبعا الكلام ده مستحيل تمكن ان انت ما يفعش تحول الى اه اه اسف زي الهيت الى بنسبة مية في المية. طب انت تقدر تعمل ايه? تقدر تستعمل جهاز. الجهاز ده اسمه الهيت انجن. الهيت انجن ده بيعمل في جواه سايكل. السايكل دي بتتكون ان انت عايز تحول الهيت دي لور. طب تبدأ تعمل ايه? بتبدأ تجيب هاير او بتبدأ تجيب اه هيت سورس اللي انت عايز تاخد منه ال اه الانرجي دي وده بيبقى عند درجة حرارة اه تي مثلا. تمام? زي مسلا على سبيل المسال ان انت اه عندك عندك كونتينر. الكونتينر ده في غاز. تمام? والغاز دوت بيمر به تلاتة الاولانية ان انت عندك الهيت سورس اللي موجود برا ده موجود عند درجة حرارة. مية في المية. اه اسف مين ديجري سليزيز. بعد كده انت الجهاز دوت موجود عند درجة حرارة تلاتين ديجري سليزيز. انت عايز تعمل ايه? انت عايز تحول الهيت دي لوورج. وتبدأ تعمل هييت ادشن هييت ترانسفير ما بين المية. والتلاتين يبدأ الجهاز ده يسخن يسخن درجة حرارته تعمل. ممكن يوصل مثلا لتسعين درجة سليزيز. وهيحصل له فيتحرك من هنا وهيطلع لي كده اني قدرت احول الهيت بتاعتي اه الى ولكن في جزء من الهيت رفع لي درجة الحرارة لتسعين درجة مئوية. طيب انا عايز استعيد هذا الجزء من الهيت اللي اه رفع لي درجة الحرارة من تلاتين لتسعين. عايز ارجعه تاني جوة الهيت سورس بتاعي عشان ما يبقاش ان انا خسرته. بس انا الهيت سورس بتاعي ده هو درجة حرارته عبارة عن مية درجة مئوية. مستحيل ان انا اعمل هييت ترانسفير ما بين التسعين والمية. بالتالي انا محتاج ان انا اجي هنا اجيب حاجة اسمها الهيت سينك. عند درجة حرارة ليكن تلاتين درجة مقوية. وهنا درجة حرارة تسيئين درجة مقوية. وابدأ ان انا ارمي فيها الهيت ديت تاني. علشان اقدر ارجع الغاز بتاعته ويحصل له هنا تاني آآ وابدأ اخذ منه الورك تاني. ولكن اللي هنا انت تقدر تلاحظوا ان انت حولت كمية هنا مسلا قلت ان ده عبارة عن الكيو اتش. رميتها جوه الجاز. الجاز ده تطلع لك كمية من الورك. وفي كمية من الهيت دي رفعت درجة حرارة الجاز ده. وهيسميها مسلا عبارة عن ال 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 دي انت عايز ترجعها تاني ال 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 بتاعك هنا مستحيل. ولكن تقدر ترجعها ال 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 تاني. فهتلاقي ان انت لو جيت طبقة الفرست اللي هو في سلمو ديناميك على اللي دي هتلاقي من ال 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 ولكن العبرة هنا ان انت لما جيت تحول ال 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 ما قدرتش تمسك او تحصل او تسترجع تعمل ريكوفري او ري سايكيل لكمية ال 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 دي وفقدتها في هيت سينك. اي نعم انت ممكن تجيب ال Organization اي تخليه اي مات ذي مسلا Maline اه لو انت عندك مسلا اه الهيت دي ممكن انت تسخم بيها اللي هو وهو داخل جوا المحركات الاحتراق عندنا ولكن دي طريقة غير مباشرة لاستعادة الجزئية ديت من الهيت وبالتالي انت هنا خسرت الجزء ده من الهيت وهو ده اللي بيمص عليه فيما يخص جزئية التحويل اللي هو الى ان انت لازم تفقد جزء اسمه وده انت هتفقده وهتعمله عن طريق حاجة اسمها طيب يبقى انت هنا تقدر تعبر عن كفاءة بتاعك اللي هي عبارة عن على 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 طبعا من العلاقة دي اكيد عمرها ان هتبقى مية في المية نظرا لوجود دي وهو ده برضو اللي بينص عليه الساكن او ان مفيش في الدنيا بتاعته بتوصل لمية في المية طبعا ده ممكن ان انا اعمل علاقات رياضية اقول ان هي بتسوي واحد على الجيو ال ناقص على الجيو اتش. طيب. بتتكلم على ان بتاعت الهيت انجن اللي هو عندنا اسمه الانترنال كومباشن انجن بتتروح مبين خانسة اعشرين في المية. في الجازولين انجن. ممكن توصل لاربيعين في المية. في الديزل انجن. وممكن توصل عندك لحوالي ستين في المية. في. طبعا كل الارتفاعات اللي في دي دي عبارة عن سيرمال الفيشنسي للسايكل. بتزيد نتيجة ان انت بتحاول تقلل اللي انت بترميها في كده كان عبارة عن الاتموسفير في حالة الانترنال كومباشن انجن او كان عبارة عن البحر او الليك او اي حاجة في حالة المحطات انت بترمي فيها انرجي بترمي فيها مش بتقدر تسترجعها مرة تانية. طيب احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نبني هيت انجن يكون ايديال. هيت انجن يكون ايديال معناه في السيرمو دايناميكس ان انت كل البروزيس اللي موجودة جوه الهيت انجن ده يبقى احنا بنتحرك من ايه عشان نمشي خطوة خطوة عرفنا يعني ايه كوانتتي وكواليتي عرفنا يعني ايه ان انت لازم تحول اللوه الكواليتي الهايه الكواليتي بقى انت تستخدم وتخسر جزء طب انا عايز اعمل هيت انجن فعلي مكونا من انا خدتها في السيرمو دايناميك اسمها اسمها بوينتروبيك اسمها كونستانت بريشر عايز اعمل ريفرنس اللي هي الريفرنس ده يكون يعني الكفاءة بتاعته مية في المية الكلام ده غلط. مفيش في العالم الكفاءة بتاعته مية في المية. وده مش لانه لا يمكن تنفيزه في الواقع نتيجة احتكاك او نتيجة اي حاجة تانية. لا. ده عشان طبيعة بيتحرر في الحتة دي. بمعنى ان انت لما تيجي تقول ان انا عايز اعمل واقعيا لازم في الاول تعمل اه تحققه. تضفق الانرجي بتاعك يبقى متسابق. طيب بعد كده تعمل اللي هو بيقول لك ايه بيقول لك ان انت لازم تخسر لو انت هتحول لغة الانرجي لغة الانرجي. لازم تخسر كيو اتش وكون التاعتك اقل من مية في المية. كل الكلام ده انا ما دخلتش في الايديال. انا كده باتكلم في في الطبيعي. ده الطبيعي. ده اللي من غيره من غيره انت مش هتقدر اصلا تتكلم في الايديال. يعني ده الطبيعي اللي هو فوق الايديال. طب انا عايز اعمل انا هاخدها حقق الاتنين دول لازم واعمل السايكل السايكل دي كل اللي فيها حاجة اسمها يبقى دي لحد هنا انا ما اقدرش اعمل الكلام ده في الواقع. سواء الايديال او النيتشر. النيتشر كده كده انا لازم اتزم بيها. دي بتاعتي. انا ما اقدرش اتحرك اوصل لهنا من غير ما حقق الاتنين دول. من غير مخصر كيو اتش ار. من غير ما اعمل السيرمال افشنسي. ما توصلش المية في المية. طب الريفيرسابل دي الماكسيموم سيرمال افشنسي بتاع تلهيت انت. يعني مش توصل المية في المية بس ايه? خمسين ستين سبعين. يبقى دي الماكسيموم سيرمال افشنسي لكس معينة. هناخدها. وبعد كده انا ابدأ اخش في ايه? في الاكشول. ان انا بقى ابدأ احط الفريكشن وابدأ احط الحاجات بتاعها. طب انا بعد ما كده باتكلم على الريفيرسابل. بروسس. انا عندي كل اللي موجودة جوه بتاعتي بتعمل حاجتين. يا اما بتطلع يا اما بيبقى فيها يا اما بتطلع يا اما بيبقى فيها يا اما بيبقى فيها يتقدشة. يبقى انا عايز اللي فيها وبرس اللي فيها تبقى يعني يعني لو انا بتكلم على مثلا وبعمل عملية من واحد لاتنين فانا لما اجي اعكس العملية دي اعكس العملية دي من هنا لهنا سبعا انا بعمل انا بعمل من هنا لهنا. لو عملت هيرجعلي من هنا لهنا. نفس البداية هي هي النهاية. فبالتالي الريفيرسابل وورك فلو بروسس او الريفيرسابل بروسس اللي بيبقى فيها لازم ما يبقاش فيها عشان ده هيحول لي جزء من الورك ده لهيت. تمام? وبالتالي انا عايز عشان يبقى اخد الهيت دي رجعها تاني الورك. وده هيحتاج لوحده. لان الهيت دي الورك والتي زان الورك. فبالتالي مستحيل ان انا احاول الهيت تاني غير تاني. طب الكلام ده يبقى انا بتكلم انه ما فيش عشان ما يحصل ليش موضوع تحويل الهيت الورك وابدأ اخش في الديليمة متاعي الساكن ده في سر مدينة. طيب بتكلم بعد كده ان انا ما يبقاش عندي حاجة اسمها يعني ايه? يعني العملية بتاعة اللي بتحصل للجاز دي تبقى عملية اسمها ايزنتروبك. يعني ايزنتروبك يعني الانتروبي سابت. هناخد الانتروبي بعدين. بس دي لو انت عايز تفهم بتاعها يبقى انت تحاول تعمل يعني ايه? او تحتوي شوية الجاز بتوعك وهو بيحصل لهم قدر الامكان. ان انت ما يحصلش عندك فيه زي ما قلنا فيه ان انت لما بتيجي اه او عملية للجاز عموما الجاز بيتحرك حركة عشوائية. فانت فيه كمية انت مش متأكد. شوية الجزئات دي هتروح تعمل ولا مش هتروح. طب دول هيروحوا يعمل ولا مش هيروحوا. هبكلهم هيروحوا يعملوا ولا فيه اتنين لأة وتلاتة لأة. دي بتقولك ايه? بتقولك ان كلهم هيروحوا يعمل كل الجزئات دي هتروح تعمل او عدد معين منها انت عارفه هيروح يعمل يعني انت هنا بتبقى متأكد من كمية الجزئات اللي هتروح تعمل وده بيبقى اللي انت تقدر تاخده من عملية لأي غصف الدنيا. ليه? لان ده. يبقى انت مش ترغف تعمل في الحقيقة. بس ده بتاعي. دي الحدود بتاعي. طيب. بتتكلم بعد كده على آآ العملية الخاصة بالهيت. امتى الهيت يبقى طيب. انا عندي اصلا انا عندي اصلا بطبيعة الحالة. طبيعة الحالة. لو انا جبت كوباية حاجة سععة. تمام? وحطتها في الجو. كوباية الحاجة سععة دي سععة بلت حاراتها سععة. لو جيت حطتها في الجو ايه اللي هيحصل? هلاقي ان هي سخنة. ايه اللي حصل لها? حصل لها من الانفيرومنت اللي حواليها وسخنة. طب انا عايز اعكس العملية دي. هل انا ينفع بعد كده اعكس العملية دي? وبعد ما الجو ده درجة حرارته بقت مساوية لدرجة حرارة الكوباية اقدر ان انا اطلع هيت من الكوباية واعمل عملية كولينج للكوباية? ودرجة حرارة متساوية? لا. لان الهيت بيبقى بتاعه من درجة الحرارة اعلى للاقل او لازم يبقى فيه فايه اللي انا هعمله? هاخد الكوباية دي وهم حطتها في التلاب. لو انا جيت حطتها في التلاجة الكوباية هتساوية. بس الانفيرومنت هتسخن. ليه الانفيرومنت هتسخن? لان انت التلاجة دي لو انت حطيت ايدك على حطام بتاعتها تلاقيها بتطلع حرارة. يبقى هي بتسخن الجو اللي حواليها. يبقى انت عندك هنا العملية دي بقت ايه? ليه? لان تعريف كلمة اصلا بيقول لك ايه? ان انت تقدر ترجع السيستم والسرروندنج اللي اتنين ترجعهم للانفيرومنت. انا هنا لما جيت خط الكوباية حطتها جوه التلاجة انا رجعت الكوباية للانفيرومنت بتاعيه بردتها. بس في نفس الوقت سخنت الانفيرومنت. يبقى دوت عبارة عن الانفيرومنت او السرروندنج سخن. مرجعش الانفيرومنت بتاعي. الكوباية رجعت بس السرروندنج مرجعش. ايه الحل عندنا هنا? الحل عندنا هنا ان انت تحاول تقلل كمية السخنية اللي حصلت للسرروندنج. طيب كمية السخنية اللي حصلت للسرروندنج دي اصلا نتيجة ايه? نتيجة ان انت بتدي للتلاجة بتاعتك. او خليها نقول احسن ايه? السخنية اللي حصلت للسرروندنج دي بتزيد كل ما الفرق. يعني ايه? يعني لو كانت انا عندي كوباية مسلا ايه? عند اه عشر درجات سلسل. والسرروندنج في الانفيرومنت بتاعته كان عند تمانية وعشرين درجات سلسل. لما هما الاتنين هحصل لهم هلاقي ان دي بقت عند مسلا خمسة وعشرين درجات سلسل ودي بقت عن خمسة وعشرين درجات سلسل. دي هصل لها ايه? هصل لها طيب. انا عايز دلوقتي ارجع دي لعشرة دجليس دجليس دجليس. هرجعها فعلا لعشرة دجليس دجليس. بس هلاقي ان سخن بمقدار بقت كم? بقيت مثلا اتنين وتلاتين درجة سلسل. السرروندنج اللي حواليهorn التلاجة. بقى اتنين وتنتين. ليه? لان التلاجة الحطان بتاعتها سخنة. وده الطبيعي. انا مستحيل هنا اقدر ارجع الكيو دي هنا. انما هنا انا خلاص قدرت ان انا ارجع ارجع الكيو دي قدرت ان انا اسحب منها درجة حرارة كيو. تمام? وان انا اعمل ايه اه اسخم بيها او ان السراوندنج ده يبقى سخن. بعد كده عملت درجة حرارة كيو. طيب. العملية دي هي او ايسف 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 ايس طيب لو انا عندي هي البامب اللي هي البامب انا برفع درجة الحرارة من اللي هي دي اهي من من درجة حرارة منخفضة برميها في درجة حرارة وبدي ده السرنة من جميعهم اهو بقى اتنين وثلاثين درجة ودرجة الحرارة خرجت من ايه من العشرة من العشرة درجات راحت للاتنين وثلاثين. ازاي عمد عكس الطبيعة? لا اما انا دفعت هنا وورك. هنا انا طلعت ايه? انا طلعت وورك. طيب في الحالتين ده هي البامب ده هي انجل وده هي البامب. يبقى انا عندي عشان اقدر اقلم درجة حرارة دي هتقل كل ما كان الفرق بين درجة الحرارة الانيشيال دي العشرة والتمانية وعشرين قليل. بمعنى ايه? بمعنى ان انا لو كانت دي مسلا على سبيل المثال عشرة. والسرنة كان حداشر. حداشر. اقدر اقول ايه? اقدر ان هما يحصلوهم مسلا ممكن يوصلوا كام? هيوصلوا لعشرة ونص عشرة ونص سلسل. انا عايز بقى اعمل ايه? اعمل عملية من درجة الحرارة اللي هي دي لدرجة الحرارة دي. اللي هي الاتنين متساويين بس انا عايز اعمل يبقى هعمل ايه? يبقى انا دي هوسطها لدرجة حرارة عشرة. ودي هقوم رفعها هترفع معي لدرجة حرارة مثلا. حداشر اه ونص مش هتبدأ لان ايش يا ستين بتاعتي. لان عملية الهيد. الهيد اه او ان انا ارجع هنا ادخل لان في الاول وفي الاخر ايه? في الاول وفي الاخر اللي انا سحبتها من دي هي هي يعني انا هنا هنا حصل تمام? هنا اما جيت رجعت تاني هنا حصل فيه وورج. الورج ده زاد وراح يعني انا هنا لما رجعت لما ازل انا هنا طلعت اه العشرة هنا ازل. هنا ده الاتجاه ده في الاتجاه ده كده. دوت عبارة عن تمام? من درجة حرارة العالية لدرجة حرارة قليلة. اللي هي دي? طب انا عايز ارجع دي هي هي تاني انا لأ مش هقدر ارجعها تاني لان دي عملية ما ينفعش ان انا عمل ما بين العشرة وما بين العشرة. في اللي هيحصل هاقوم هاقوم عامل ايه? هاقوم ساحب من العشرة ونص دي هسحب منها بس اللي هيوصل لدي هيبقى زائد الورج زائد الكمال يديك في الهيت بام. يبقى انت عندك ده زاد لان ده بطبيعة الحال انا ما اقدرش ارجع دي لوحدها لان ده الساكر لوف سيمو دينامج بيقول لك ايه? بيقول لك ان ان انت ما ينفعش تحول في الهيت انجن تحاول الهيت كلها الى وورج لازم ترمي حتى معينة. طيب في الهيت او الهيت بامب لو انت عايز تطلع كيو ال من ريزرفوار عند درجة حرارة منخفضة وتوديه عند ريزرفوار عند درجة حرارة عالية لازم الكيو ال اللي انت تطلعها دي لما توصل لريزرفوار اللي عند درجة حرارة عالية دي يضاف لها الورج اللي انت هتضيفه. يضاف لها الورج اللي هيشغل الانجن. يضاف لها الورج اللي هيعمل الفينومنا اللي ما持تحصلش في الحقيقة دي. فهتلاقي درجة الحرارة بتاع دي. في الحالة دي. في الحالة دي. هقدر اقول ان دي رجعت العشرة ودي هتلاقيها تقريبا رجعت العشرة. لو رجعت العشرة واحد من عشرة اقدر اعمل لها بس انا هنا عملت عند عند درجة حرارة قليلة جدا. عند فرق درجة حرارة قليل جدا. فرق درجة الحرارة ده خلى ان انا العمليات تبقى لو انا هنا عشرة وعشرة واحد من عشرة تمام? هما اللي تنها هيوصلوا لمسلا عند عشرة خمسة مية. لو انا عايز اعمل اطلع نفس دي فهضيف فهلاقي ان ده هيرجع لعشرة واحد من عشرة تاني وده يرجع لعشرة واتنين من عشرة. يعمل فرق ما بينهم واحد من عشرة درجة الحرارة مش مشكلة. او الفرق ما بين الانشيل هنا والانشيل هنا ده كان عشرة ده كان عشرة ده كان عشرة واحد وده بقى عشرة واتنين فرق واحد من عشرة قليل جدا. يبقى ده فرق درجة حرارة قليل جدا. هقدر اقلل 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 عشان اقلل كمية اللي بضيفها دي. لان كمية دي بتزيد كل ما بزيد فرق درجة الحرارة طبيعي. لو انت عندك بتستخدم على سبيل المسال تلاجة التلاجة دي بتحصل على درجة حرارة كام جواها على سبيل المسال مسلا خمساشر درجة. بتحتاج كهرابة كتير. طب لو انت عايز تعمل فريزر الفريزر بيوصل لدرجة حرارة اقل من الاربعة. اقل من الاربعة دجليس هيحصاج درجة هيحتاج كهرابة اكتر. كهرابة دي اللي هي ايه? اللي هي الورد. يبقى انت كل ما قللت فرق درجة الحرارة ما بين برا التلاجة وجوه التلاجة كل ما كان كمية الكهرباء اللي انت بتدخلها اقل. كمية الكهرباء اللي انت بتدخلها دي هي اللي بتسخن اصلا. يبقى كل ما كان كمية الكهرباء الاقل كل ما كان كمية السخنية اللي في جدار التلاجة اقل. كل ما كان والحاجة اللي بتسخن جوه التلاجة بقى قريبين من بعض في بقى قريبين من بعض. ممكن انا ارجع ديل دي وارجع ديل دي. يعني انا انا بقى اعمل من واحد لاتنين اقدر اعمل اتنين لواحد ويرجع هما الاتنين لنفس الحالة. لان الفرق بينهم قليل اصل. حتى لو انا بعمل وورك ده قليل اقدر اهمله. بس في الحالة دي انا عايز احقق ان انا عملت طبعا كل الكلام اللي انا بقوله ده كلام نظري. ليه? لان ده مستحيل يحصل. لان انت لو فرق درجة الحرارة ده قليل جدا وفقا مسلا ليه? الفوريير بتقولك ان الكيو بتقولك ان الكيو بتسمى شوية حاجات كده وفي الاخر ديل قتيلة. القتيلة كل مكان قليل كل مكان كل مكان كمية الحرارة هطلعها من هنا قليلة. فبالتالي او كل مكان كمية الحرارة اللي هعملها قدشها فقاية قليل. لما ايجي اخد البروكس بتاعتي هيجي ان كميات الحرارة دي عالية جدا بالمية بالموتة كلوجول الحلfiveمية كلوجول. فارقام كبيرة. Ты نظري ان انا بفرد ان هنا كمية حرارة كبيرة جدا هتنتقل بفرق درجة حرارة قريبة. وده اللي بيخلينا لما نيجي نصمم نستعمل يعني نخلي عند المية بتغني. وعند المية بتتكسف. لان التكسف والبويلنج بيحصل عند قليل جدا ممكن اصلا يكون بيسوسف. بس بيحصل عنده في لقف هيت عالي جدا. يبقى ده قرب لي قرب لي وقربني من في لقف هيت يكون عند درجة حرارة سبتة. وده اللي قرنت هيجي يقول هنا ان انت عندك هيت يا عمق ازاي? اه. وانا افرض ان الدلتا تيوب ليلا جدا بالتالي اقدر احمله. او فيه دوت بيديني برضو عشان كده انا بختار ان هو يكون التطبيق الفقلي لفلوق في كل الكلام ده احنا بنعمله ليه برضو? عشان اوصلك في الاخر هي الكارنوت سايكل. الكارنوت سايكل هتعمل ايه? الكارنوت سايكل ما هي الا عبارة عن اه باور سايكل. باور سايكل او هيت انجن. الهيت انجن ده جوه بس ليس اين? يبقى انت عارفت يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه عشان تاخد الهيت انجن و وتخش جوه ما يسمى الكارنوت سايكل اللي هي اللي احنا بنتعامل معاها في الباور سايكلز اللي عندنا. الباور سايكل يعني بتطلع وورك يعني الفلو او اه او يعني ايه? لو انا جيت هرسم البي في دي دي جرام هيبقى كاونتر كروكواز. بي في دي جرامة هو بتاع الكارنوت سايكل. واحد اتنين ثلاثة اربعة. عندي ده وعندي ده ماشي ده بيحصل عند درجة حرارة سابتة وده بيحصل عند درجة حرارة سابتة زي ما قلن يبقى انا عندي او الموضوع القابل الاخير اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. ايه وهو الكارنوت بيحصل بن ايه? بتتكون من اربعة بروسا التي يحققب كلاiers في ذلك. زي ما قلنا زي ما قلنا بيبقى فيه بيبقى فيه وبحول يبقى انا اول حاجة هدخل كتاو yaşamacalaman زي ما قلنا. لما يجي يبقى فيه يا فلو譜 purchasing يبقى انفنتيزمال تيمبريتشال ديفرانس دلتا تي قوليه لجدا. اقدر يقول عليها ايزو. سيرمل. هيت. قديشة. وده كده 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 انا ممكن احصل عليه من ان انا ممكن اقول ان دي انترنالي. يعني اه يعني انا ما يهمنيش اللي برا. لو اللي برا اتغير بتاعته اثناء البروسيس دي. وانا لما جيت ارجعه تاني. معرفتش عادي. انا عندي يعني يهمني انا لما اجي اعمل البروسيس من واحد لاتنين. انا كسيستيم لما ارجع من اتنين لواحد ارجع على نفس الستين. السروندين جميع اهمنيش. فهنا ده يحقق لي ايه? الحال ان هنا ما فيه فورمة. الفورمة دي. او او بيعمل ايه? بيسخني او بيديني بيحرق جواه اي حاجة بقى الحرق ده اصلا يعتبر تغيير في الستين. لو انا مسلا حرقت حاجة وديتها هيت. ما يفعش ام اديو الهيت. ام ارجع لي الحرق تاني. فبالتالي ده مستحيل يحصل. بس انا جوايا هنا لما حصل لي هيت هو خلاص تمامي. ايزو سرمال اه سرمال هيت سورس. هو ايزو سرمال بيدي درجة حرارة عن درجة حرارة سابتة. عشان هو فورمة. بتدي درجة حرارة ودرجة حرارة سابتة. بيحصل احتداء دايما جواي. طيب انا جوايا. ازاي ارجع تاني ابقى اه بقى انا اصلا اعمل لدي دلتا تيه قليلا جدا. برضو نظري لو جيت رجعت تاني انا بنفسي هرجع هقدر اعمل وورك قليل جدا اهمله وارجع تاني لليستيت الاولانية بتاعي. اللي هو عملية طيب دي العملية من واحد لتنين. طيب عملية من اتنين لتلاتة. العملية من اتنين لتلاتة هي عملية زي ما قلنا. ايزو انتروبيك. ايزو انتروبيك ايزو انتروبيك ايزو انتروبيك يعني ايه ان انا متأكد ان فيه تلاتة بارتكل هوم اللي هيروح يعمل وورك. خلاص وده الماكسيموم ايزو انتروبيك اللي قدر هحصل عليه من ايزو انتروبيك. طيب من تلاتة اربعة نفس الكلام ايزو سيرمل نفس الكلام انا هنا فرضت من ده الاتموسفير والاتموسفير خلاص هتديره درجة حرارة هتظل درجة حرارة زي ما هي او هتعلم ما يهمني ايش انا عندي بس انا هعمل عندي دلتة تي قليلة جدا عشان لو حبيه تعكس يبقى دلتة تي قليلة اللي هعمله قليل بالتالي دوت يخليني ارجع انا لنفس اللي انا كنت فيه. طيب. وبعد كده عندي من اربعة الواحد ايزو انتروبي كومبريشن. ايزو انتروبي كومبريشن. دوت عبارة عن ان انت برضو نفس الكلام هتعمل عشان تعمل ده ما بين ما بين اربعة الواحد اقل تقدر تعمل عشان توصل الواحد دي لما يكون ايزو انتروبي. طيب. تبقى دي هي عبارة طيب. دي هي اللي بتودينا. خلينا يا سيد دول. هي اللي بتودينا لان هي. او لأي لأي في الدنيا. يعني اللي انا اقدر احصل عليها من اي في الدنيا. عن طريق ان انا اعمل هي الكارنوسائك. الكارنوسائكة مستحيل تتعمل. يعني كلها طيب. دي وجدوا ان هي بتتناسب. بتتناسب مع ايه? مع انا عندي اصلا بتاعة الهيت انجين يعني عبارة واحد نقص كيو لع كيو اتش. لقوا ان الكارنوس بتتناسب مع ايه? مع فرق درجة الحرارة. تحط دي تي ال وتخلي دي تي اتش. طيب. ده يدي لك لحاجة تاني. يدي لك لان انت هنا بقى انا بقول لك ايه? انا بقول لك ان انت بتتحرك من حققات فرسترو حققات السكن دول خلاص. كده انت ضد طبيعي. عايز سوصل للايديال يبقى كارنوسائكة. كارنوسائكة بتقول لك ايه? الايديال او لاي هيت انجين شغال ما بين درجة الحرارة ال دي ودرجة الحرارة دي هي السمال دي. ما ينفعش انت تكون بتصمم انجين قد سايكل دي سايكل دي وانسايكل بيقبريد ما بين تي اتش وتي ال. اركام معينة ويطلع سمال اكبر من كارنوسائكة. ده مستحيل. لما مستحيل اكتر من الايديال. الايديال بيقول لك عوض فيها يدي لك اللي هيحول لك الهيت من المصدر التي ايل ده ويرمي ويرمي بتاعه في مصدر التي ايل ده ويدي لك شوية الوقت. دول اكتر بتقدر تحصل عليه من الهيت انجين اللي بيحول الهيت من التي اتش دي. وهتلاقي حاجة ان. هتلاقي ان التي اتش دي بتزيد كل ما زادت التي ان. وده يدي لك ان ان انت تقدر تحول درجة او تحول الهيت لورج بكفاءة احسن كل ما كانت الهيت دي جاية من مصدر عند درجة حرارة اعلى. وده يفصر لك ايه? يفصر لك ان انت بقى كما تيجي تاخد السايكل كل ما تزيد كل ما في السايكل اللي هو بيسمع في كل ما كفاءة التحويل اللي بتزيد. وده يدي لك ان انا ليه بس تعمل عشان درجة حرارة الشمس هي كمية جاية كبيرة جدا. ولكن هي جاية متوزعة وجاية عند درجة حرارة قليلة هي درجة حرارة الاتموسفية. طب لو انا جيت كمعة كمية الهيت دي في مصورة بحيث المصورة دي درجة حرارتها تبقى عالية جدا. نتيجة ان فيه ارتفاع درجة الحرارة ده هيخلي المية اللي سخنت دي لما تيجي تخش على تيربينا او لما تيجي تخش على باور سايكل او لما تيجي تخش على محرك او باور بلانت تحول الكيو دي بكفاءة. ليه? لان بتاعتها زادت. انا خدت عند درجة حرارة اعلى وعالية. درجة حرارة عالية. مش درجة حرارة. درجة الحرارة اعلى. يبقى دي دي ان ترتيب الكواليتي بيقولك الالكتوريستي الورك والهاي تمبرتشار هيد. لو تمبرتشار هيد. يبقى تديلك يعني كفاءة احسن وانت بتيجي تحولها للورك او للحاجة اللي هي اعلى منها اه في الكواليتي. طيب. طبعا درجات الحرارة دي كلها بتبقى بالكلفن. بتبقى بالكلفن اللي احنا اخدناها قبل كده اللي هو الابسوليوت آآ آآ باليو طبعا موضوع الكواليتي والكوانتيتي دوت لو انت جيت مسلا تشابهه بان انت عندك آآ آآ عدد معين من آآ الاصحاب مسلا او الاصدقاء عدد ده كبير والاقول لك الصحبة مش بالعدد كل ما العدد زاد ملاحش لازمة العدد او ده لازم تحقق لازم عندك اصحاب كل ما كان عندك اصحاب كواليتي يعني كمية اصحاب كواليتي اعلى ده كان احسن انما كمية اصحاب كواليتي قليلة ده مش حلو يعني عند درجة حرارة قليلة مش حلو. آآ مكررنتا بالهيت عند درجة حرارة عالية. هيت عند درجة حرارة عالية مكررنتا بالورك مش حلو. ككمية مش حلو. وورك عند عند اي درجة حرارة او مالوش عاقب درجة حرارة كمية كبيرة مكررنتا بالالكتريستي مش حاجة. انما احسن كوانتتي واحسن كواليتي واللي انت تحصل. تجيب الاتنين. تجيب الكوانتتي والكواليتي. زي ما كما مثلا بتاكل الاكل نضيف. الاكل نضيف دايما فيه بروتين. عاكسا ما تقول تاكل نفس كمية الاكل يديلك نفس كمية الكالوريس بس ما فيهش بروتين. وانت راجل عايز تعمل وعايز تبني عضلاتك. بس ما فيهش بروتين. بس انا باكل كتير. بس ما فيهش بروتين. ما فيهش كواليتي. في كوانتيتي بس ما فيش كواليتي. دايما ادينا الاخر حاجة عندنا وهي التعريف كلمة الانترون. انت لو جيت هنا عملت حاجة بسيطة جدا اللي هي ايه? اللي هي ان انت تقول ان زي ما قلنا بتاعت بتساوي ايه? بتساوي واحد ناقص تي ال على تي اتش. دي اللي كانت اصلا بتساوي ايه? تي ال على تي اتش. بتساوي على تي اتش. طيب انا لو جيت قلت تي ال على تي اتش على تي اتش. هيطلع برضو متساويين. يبقى تي اتش على تي اتش. ناقص تي اتش. ده اسمه ايه? اسمه تكامل على تي. ده بيتقال عليه يعني تي اتش على تي اتش على تي اتش. ده في حالة اللي هي ايه? اللي هي طيب. في الحالة دية في الحالة دية هضرب لك مثال. بحاجة تانية. التي ال دي بتبقى سابتة. معنى ايه? معنى ان انا لما باجي اطرد درجة حرارة انا درجة حرارتي بتقل. بس في نفس الوقت ان قلت ان دي احنا قلنا يبقى الدلتة تي قليلة جدا. يبقى اخلاص ههملها. هقول ايزو سرم. طب لو هي فعلية فعلا. فعلا درجة حرارتي بتقل. هلاقي ايه? هلاقي ان على تي اتش? اطرح منها ولا انا مسلا درجة حرارتي الف. فهلاقي ان انا ما جاعمل التكامل دوت اجمع في كل وانا بطلع درجة حرارة الاقي ان مسلا دي الف. اللي بعدها الاقي ان مثلا داش ودي مسلا ايه? عبارة عن تمنمية درجة حرارتي بتقل. تمام? برضو ايه بتقل? ناقص على سبعمائة. درجة حرارتي بتقل اهي? وانا بطلع درجة حرارة. بطلع ولما بيني وبين لو ياكم مسلا كان عن خمسمائة درجة. فرق درجة حرارة عمالي بالتالي. لو جيت تجمع دول في حقيقية فعلية انا هنا فرض من خلاص مش مشكلة. يعني ايه? هفرض واحدة واعمل التانية. هلاقي ان المجموع ده هقل من السفر. لان المقام هنا عمال يزيد. المقام بيزيد. المقام بيزيد. مكرنة بدي. لو كانت ايزو سيرمن كان دي هتبقى الف بس. فدي لو الف يبقى خلاص. دي هتبقى صفر. طب لو دي بقى تجمبقى شوية حاجات تانية. اقل من ال الف اقل من ال الف. هلاقي ان الكمية السالم هنا بالزيد. يبقى بتقولك ان ده في الريفيرس بالبروسيس ده اللي بيحصل. سميشن الكيو على التي بيستوى سفر. طيب. في الريفيرس بالبروسيس. هيا سميشن الكيو على التي. اقل من السفر. وهنا وهنا بدأوا او اخترعوا ما يسمى بيه الانتروبي. قال له خلاص يعني سميشن الكيو على التي ده انا هسميه دلتا اس. يما هنا كان بداية الانتروبي ببساطة. ان انا اتحركت من السلم الانجي. انا كل اهمي ان انا نعمل هيت انجين. يكون بيطلع وورك. هبدأ بالاية دي. يبقى هيت انجين. افهم. اشوف ازاي بروسيس باية دي. اطبقه فعلا على هيت انجين بروسيس اللي انا في امتها دي. بعد كده اجيب الايه? الكفاءة. بعد ما اجيب الكفاءة اقارنها بالاكشول. واشوف الفرق بين والاكشول ايه? طلق لي ان الفرق بين الاكشول. ان يبقى في حاجة اسمها دلتا اس. الدلتا اس دي تبقى بتساوي. اللي بقى لاته تساوي سفر. في حالة الاكشول وهنا هم بتساوي دلتا اس. بتساوي سفر في حالة السيوريتك. يبقى انا بتعامل مع التغير في الانتروبي ان هو سفر في الريفيرسابول سايكل ومش بيساوي سفر في الريفيرسابول سايكل. عشان كده اخترعت حاجة اسمها الانتروبي عشان افرق بين الريفيرسابول سايكل و الريفيرسابول سايكل لما باجه اتعامل مع الهيت انجينز بتاعتي عشان اجيب في الاخر بتاعتي. يبقى احنا ببساطة كده النهاردة عارفنا التعريف بتاع الانتروبي وفكرة ان انت ازاي يبقى عندك فهم لموضوع ليه اخترعوا الانتروبي اخترعوها عشان دي. دلتا كيو على التي بتبقى لا تساوي سفر في حالة الريفيرسابول بتبقى تساوي سفر في حالة الريفيرسابول وده اللي احنا هنتعامل معها في الشيط اللي بعد كده بتاع السايكلز وهي بتاع اشتركوا في القناة